حالة من الاستياء من النواب بسبب قرار رئيس الوزراء باستيراد 80 ألف طن رز بعد اجتماعه مع ممثلي وزارة التموين وبعض الجهات المعنية وذلك بعد تفاقم مشكلة الأرز وزيادة أسعاره اللي بتتجاوز حاليا يعني 8 جنيه ونص للكيلو حيث أعلن الناب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب على تواصله غدا مع نواب اللجنة لدراسة قرار الحكومة بالاستيراد والعمل على مناقشة طلب الإحاطة الذي سيقدمه أمين سر اللجنة النائب عبد الرحيم الدمرداش إلى وزير التموين بخصوص تلك الأزمة أشار الشعيني إلى أن لجنة الزراعة ستعمل على وضع خطة ممنهجة وواضحة لحل الأزمة من خلال مقترحات أعضاء اللجنة والاطلاع على دراسة الحكومة ووضع حلول إيجابية بين مين النائب رائف ترماز وكيل لجنة الزراعة بينضمنها على التليفونسي مرحب بكل ضيوفة الكرام ومرحب بقناتك الكريمة التي تصل على الضوء دائما على طول على مشاكل الفلاحين والفلاح ومهم المجتمع المصري في كل مشاكله وأشكرك على أنكم مسلطين الضوء على البرلمان ومعرفة كل ما يحدث البرلمان شكرا لك سيادة النائب إزاي نكون دولة مصدرة للأرز وأنا استوردها والله إحنا حدنا مشاكل كثيرة في موضوع الرز في مافيا تعريب الرز الأبيض في المواني عن طريق الشحنات اللي هم بياخدوها دون أن يدفعوا للدولة أي تكلفة فيه عندنا كام عملية انضبطت في بورسعيد أنه هو في الموبوليا وفي الملح بيهربوا الرز في داخل مراكب الحويات في الملح وده مشكلة كبيرة عايزة رقابة صارمة من قبل الجمارك لأن ده هي المشكلة الأكبر في تعريب الأرز إلى الدول الخارجية وطبعا إحنا اللجنة طبعا عمل طلب حاطة للسيد وزير التموين ووزير الزراع على أساس أنه يكون إحنا دولة مصدرة للأرز وإزاي نحن استورد أرز دي كارثة كبرى وطم كبرى فإن شاء الله إحنا اللجنة إن شاء الله حتتعد التقارير وحتتعد كل ما يحول دون تصدير أو تهريب الأرز في الحويات عن طريق بيأخذ الملح المصري يصدروه ومعاه الأرز والمبولة نفس القصة يعني إيه تهريب الأرز أنا مش فاهم موضوع تهريب الأرز ده بيهربوا الأرز لوقت يا فندم في الحويات بيهربوه في الحويات عن طريق أن هم بيصدروا ملح ويقطوه مع الملح والرمل يعني الرمل والملح يحطوا الأرز تحت في الحوية ويغطوها بعد كده بالملح أو بالرمل وبهرب الأرز مما دي كارثة كبرى ودين حاجة يعني لأول مرة نعرف عنها ده بيتم تصديره فين بقى سات النائب من بور سعيد ومن أبو من الكندرية وطبعا إحنا بنقول إن المستثمرين دوله طبعا أو المصدرين دوله أخوات لأم أبناء مصر يكونش إحنا في وقت النهار ده وقت أزمات ويفتعله أزمات وإحنا طبعا ده يعني عيب على مصدر إنه هو يعمل هذا العمل العشانية طب هو بيستهدف بيستهدف إيه يعني إذا كان بيستهدف هذه الدولة المصرية في استقرارها بيستهدف حيث كثيرا خالص فهذه طبعا إحنا بالمرصاد وكشفنا للعيب ديا إحنا لند الزراعة ومتابعين مع وزارة المالية ومع الجمارك هذا الموضوع والموضوع ده تم فيه ضبطيات أكثر من ضبطية يعني دلوقتي حضرتك عايز تقولي إن عمليات التهريب اللي بتتم للأرز هي اللي قدت إن إحنا بقينا محتاجين في مصر رز وبنستورد دلوقتي 80 ألف طن وفي نفس الوقت قدت لزيادة أسعار الرز ده طبعا ده مع القرار الخاطئ اللي عمله وزير الزراعة ووزير التوميين بالتصدير في حال إنه هو كان موجود يوض مع المجموعة الاقتصادية ويدرس الحالة للبلد فيها إيه وأنا عندي إيه ولازمني إيه فهو طبعا ده اتنين متوازين مع بعض طب وإذا كان هناك فيه قرار بالتصدير أي أن كان بقى هذا القرار صائب أو غير صائب ليه يتم التهريب التهريب ده بقى الناس بقى عبتهرب دي على أساس إنه ما تدفعش الضريب اللي عليها على أساس إنه هي مليهاش أصلا قرار أو أخذ قرار بأنها بتصدر هي بتصدر مع نفسها هي عاملة قانون لوحدهم وبيصدر مع نفسهم فطبعا ده عايز قرارات صارمة وعاوز تجريم في العقوبة حتى إحنا لو عقبنا واحد أو اتنين منهم هيكون رادع لكل الناس اللي تسووا له نفسه بتشوف إنه فيه تخبط بتشوف بمنطقة الوضوح بتشوف إنه فيه تخبط كده في القرارات الحكومية طبعا فيه تخبط طبعا هتعملوا إيه بقى سيدة الناب وإمتى إحنا إن شاء الله إحنا عاملين طلب حاطة في اللجنة ورفعناها للدكتور على عبد العرئيس المجلس إنه هو يرفع الطلب للجلس الزراعة يعوده للجلس الزراعة الثاني حتى الوزير يكون قدام مجلس الزراعة ونمله لجلة مناقشة ونشوف إيه ما نستقرع عليه وإذا ما استقرناش على حلول جزرية في هذا الموضوع هنرفعه للجلسة العامة في مجلس النواب ويتناقش في مجلس النواب في وجود وزير الزراعة ووزير التموين ووزير المالية يكون معاهم على سين نحن نصل بقارات سليمة إن هي تعود بالاستقرار إلى المواطن البسيط اللي وصل كل الرز النهاردة 8 جنيه ونص وده يعني كارثة كبرى وفيه إن أنا بلد بصد الرز والآن بصد الرز فهذه مشكلة كبيرة مع النهاردة أنا في بعض المتشائمين بيقولوا إن الرز هيوصل ل 15 جنيه أنت بتتفق مع الرأي ده؟ في الحالة لو ما فيش حلول جزرية ومنع التصدير والوقوف على الجمارك ووقف هذا النزيف أو الناس اللي تريد أن تستنزف مصر وتستنزف القوى المصرية وتحط الرئيس في مأذق إحنا عايزين سرعة الجمارك يكون عندها الحرص والوعي وتفتيش كل الحويات الموجودة في المواني المصرية لأن ده طبعا استنزاف لقوة الشعب المصري وهذا أمن استراتيجي وبعد استراتيجي إنهم يهزوا كيانا الدولة المصرية وإحنا عايزين كله يشتغل زي ما الرئيس بيشتغل لأننا شايف الرئيس بيشتغل وبيجري والحكومة ما فيش أي شغل عندها خالص الحكومة كل واحد جاعد في التكييف بتاعه كل واحد جاعد في المكتب بتاعه عايزين كلهم ينزلوا إلى أماكن اللي فيها الفساد والتهريب عايزين كلهم يكونوا على قدر وحالات الغش والتهريب دي التم ضبطها بنسبة واضحة بالنسبة لكم أنتوا في لجنة الزراعة؟ اللي تم وضع النسبة بسيطة ولكن المتخبي يعني عظيم عايزين الكلام ده يكون فيه رخابة أشدة يعني نكشف كل الكلام ده بالصدفة إنما إحنا عايزين يكون فيه تفتيش فعلي على الحويات على السيارات الكبيرة المجهزة اللي بتخش المين على الطرق اللي ما بيجي يتعد كمين ولا أي حاجة بيفتح الباب من برة وهي معدية عليه بيشوف أنه حاطط اللي هو هيصدره من الخارج على باب السيارة أو العبارة والباب كله من داخل هو روز أبيض مصدره برة فيه حويات بيهربوه فيه الموبولية بهربوه حتى السكر بهربوه تمسك السكر كونه بتهرب يعني السكر اللي احنا دعمينه ومصر دعماه مسكوه في الحويات متهرب فأنا إزاي بستورة السكر وإزاي هرب شكر وأدعمه في مصر فالموضوع عاوز قرارات قرارات من السيد رئيس الوزراء قرارات حتى لو وصت للسيد رئيس الجمهورية أن الحدود والمنافس الخارجية اللي هي بتستنزف مصر ده مشكلة كبيرة ده فيه مشكلة أكبر لسه مسكينها أربع حويات في بورس عيد أول مبارح باعتين عشان يستنزفوا الدولار ويقضوا من مصر باعتين لنا البالة واحد مستورد أخمشة من قطر ومن دبي وهذه من دبي وهذه الأخمشة ساعة ما توصل العبارة المفروض توصل مصر هنا المستورد المصري يدفع بالدولار يبعت ليهم يتطمن أن العبارة وصلت يبعت يجي يفتحوا للعبارة ليجي العبارة مليانة إزبالة وهدوم مخطعة وكذا على سنة هو يسحب للدولارات المصرية ويبعت لنا إزبالة من هناك فهذا موضوع يعني موضوع كثير يعني ايه يعني واحد واحد عايز يستورد أماش بدل ما يستورد الأماش هم بعتوله من هناك بعتوله من هناك زبال مش كوماش والعبارات حاليا والحاولات الحالية وقفة في برس احد الوقت ثمان حاولات في برس احد الوقت حاليا مشكلة كبيرة يعني هو بعت له على أساسنا هو بعت له لفلوس بعت له الدولارات من مصر بعته حولوا بعت له الدولارات تفاجئ أن القاتل اللي بتاع دبي بعت له زبالة في العبارة وبعت له مقطعة توسن ب компьют شه لما رحله عاوزين يستنزفوا الحكومة المصرية فهذا موضوع طبعا موضوع كبير والحوايات حاليا دلوقتي في مناقر سعيد تمام بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة ده موضوع مهم جدا يعني كيف لدولة تصدر الأرز تستورد الأرز وفي نفس الوقت هناك عمليات تهريب بتتم للرز زي ما سمعنا على عهدة وكيل لجنة الزراعة عصيات النائب رائف وفي نفس ذات الوقت السعر عندنا وصل لتمانية جنيه ونص للكيلو يعني مجموعة من الأمور مش منطقية فلابد أن احنا مع نواب لجنة الزراعة نتابع هذا الموضوع